تريند الأهلي وعندنا فيه أخبار كتير جد بتتكلم عن نادي الأهلي وبالتحديد فيما يتعلق بمباراة الأمس وكيف يستعد كمان نادي الأهلي لمرحلة المجبلة الهمة جدا اللي فيها بعض المباريات الحاسمة فنبتدي بحساب سوفا سكور على تويتر واللي بتتكلم على تشكيل سوفا سكور المثالي لذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا موجود كامل عيب بقى من الأهلي ده موجود الأهلي كله يعني الفرقة كلها موجودة معادة اتنين موجودين بس مع الأهلي من الوداد المغرب يحيى جبران وداري دول بس الموجودين من فريق الوداد مع بص بقى الشناوي محمد هاني أيمن أشرف وعلي معلول وديانج وحسين الشحات المناسبة عمل مباراة كبيرا مبارح ده فيه كرة في العرضة حسين الشحات وقبلها كرة في العرضة برضو الأحمد عبدالقادر كانت حلوة قوي وطاهر محمد طاهر وبرسيتاو وأحمد عبدالقادر الأهلي هو أفضل تشكيله في دور نصف النهائي مصحوبة بعنصرين من الوداد المغرب ده حاجة جيدة جدا وكان في الحقيقة يعني تحسين للصورة ولا الوضع بالنسبة للنادي الأهلي ولا لعبي والجاز الفني بشكل أكثر من رائع من خلال مباراة مبارح الأهم الاستمرارية هو ده المهم يا جماعة نحن الاستمرارية موجودة إلى حد ما في دوري أبطال أفريقيا إذا كنا عايزين النسخة بتاع الدوري أبطال أفريقيا دي هنا دي موجودة هنا ناخدها هي هي بالزبط في الدوري المصري حيحصل بإذن الله تعالى وعنشوف الأهلي بشكل جيد في الدوري المصري بس خلينا واخدينها خطوة خطوة نروح لحساب في الجول على تويتر الأهلي في الأدوار الأقصائية بدوري أبطال الأفريقيا ما شاء الله لقوة إلا بالله نمسك الخشب الفوز على الوداد زهابا وإيابا ده من إمتى بقى من 2020 اللي هي النسخة اللي قبل اللي فات الفوز على الزمالك في النهائي طبعا نهائي الكرن ده ما يتنسيش الفوز على ساندونز تمام والفوز على الترجي زهابا وإيابا والفوز على أفاق ستيف حتى الآن ذهابا إن شاء الله يكون إيابا بإذن الله تعالى فنسر بيتسو موثيمان نتمنى له كل التوفيق في الجاي بإذن الله مع الفرق طيب حساب كورة بلاس بيتكلم على أن الأستاذ العمري فاروق رئيس سن لبعثة الأهلي أمامه فوق ستيف في الجزار لسه ما تمش أهم الشكل لأسمي النادي الأهلي بس هو ده فعلا أقرب للحدوث شخصية كبيرة ومهيزة جدا الأستاذ العمري فاروق وأكيد دواجده حيبقى دافع أيضا من دوافع المهمة للفرقة سبورت سري سيكستي وحسابهم على تويتر هدف في سانداونز في ربع النهائي بص بقى طهر محمد طهر ده اللي بيكلمه عنه هدف في سانداونز في ربع النهائي هدف في الرجاء في السوبر أفريكي طبعا هدف يعني ما فيش أهم من كده هدف زائد أسست وفاكستيف في نصف النهائي طهر محمد طهر دائما ما يتقلق فيها المبارات الهمة بصراحة بنلاقيه موجود نتمنى زي ما هو بيوجود في مبارات الهمة يكون موجود أيضا في مبارات اللي ممكن تكون أقل أهمية لكن هي أيضا مبارات مؤسرة يعني فعمل مطش كبير بصراحة طهر إن شاء الله يكون أفضل وأفضل كمان الوطن الرياضي حصاهم على فيسبوك بيقولوا أن فيه مصدر ألوم إن محمد شريف يدري صرحيله لأوروبا بعد نهاية الموسم الكلام ده غير حقيقي وغير صحيح بالمرة لكن ممكن يكون أي حد يجي له عروض أوروبية يتم التفكير فيها لكن حاليا في نص الموسم اللي لسه حتى موصلناش لنصه الكلام ده مش منطقي ومش موجود وليس له أي أساس من الصحة وإحنا اللي بنقول لحضراتكم من خلال شاشة قناة النادي الأهلي هنروح لفاصل سريع بعدين نرجع نكمل استننا يلا بي